موسيقى 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 مقاط يدين الاعتداءة الإسرائيلية على يونيفال وينفي ما تردد من أنباء بشأن طلب أمريكا بأعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد الصحة العالمية تدين قصف الاحتلال مستشفى كما العدوان في غزة وتصف الوضع في شمال القطاع بالمأساوي موسيقى مع بدء العد التنازلين انتخابت الرئاسة الأمريكية ترامب وهاريس يتنافسان على اقتناص أصوات الناخبين عبر رموز القوة الناعمة الساعة الآن الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة ظهرا بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري مرحبا بحضراتكم موسيقى التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي بكبار الكتاب والمفكرين في حلقة نقاشية مطولة بجريدة الأهرام التي شهدت تفاعلا حول تطورات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على المصالح المصرية شهدت عبد العاطي خلال الحلقة النقاشية على محورية الدورة الذي يطلع به المفكرون وقدت الرأي في زيادة الوعي المجتمعي بقضايا السياسة الخارجية لا سيما في ظل الاضطرابات الإقليمية المتشابكة غير المسبوقة وتداعيتها المباشرة على الأمن القومي المصري واستعرض عبد العاطي باستفادة محددات السياسة الخارجية المصرية وموقفها من الملفات الإقليمية والدولية أدان مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي لاعتداءات الإسرائيلية على يونيفال مثمنا إسرار العديد من الدول الصديقة للبنان على استمرار عملها في الجنوب قال مكتب ميقاتي إن موقف الحكومة اللبنانية واضح بشأن السعي إلى وقف إطلاق النار من الجانب عين وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع الأول المتحدة رقم 1701 معلنا رفض لبنان المساس بالمهام وقواعد العمل التي تنفذها القوات الدولية بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني نافيا ما تردد من أنباء بشأن طلب الولايات المتحدة من بيروت إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد كانت وكالة رويترز للأنباء قد أفادت نقلا عن مصادر لبنانية أن الولايات المتحدة طلبت من لبنان عبر مبعوثها أموس هوكستاين إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل للمساعدة في دفع المحادثات بشأن الاتفاق النهائي يأتي ذلك فيما قال رئيس حكومة الإسرائيلية بنيمين نتنياهو إن تل أبيب ستواصل منع حزب الله من الانتشار على الحدود الشمالية لإسرائيل تصايد غير مسبوك على الجبهة اللبنانية ففي الوقت الذي تصابق فيه إسرائيل الزمن لشن هجمات متتالية لإضعاف قدرات حزب الله بعد الاستهداف المتواصل لقياداته فرغم محادثات الوساطة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله إلى أن الغارات الإسرائيلية تتواصل دون هوادة على لبنان وتتصادم التصريحات الأمريكية مع نظيرتها الإسرائيلية ففي الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إحراز تقدم جيد في المفاوضات الدائرة بين تل أبيب وحزب الله أعلن القادة الإسرائيليون أن هدفهم تحييد حزب الله وشل قدرته على إطلاق سواريخ على شمال إسرائيل ووسط جهود مكثفة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار بحث مبعوث البيت الأبيض أموساكوستن وبرايت مكجورك إلى إسرائيل سبل التوصل إلى حل سياسي في لبنان ووضع حد للحرب في غزة وفي أعقاب الاجتماع في القص المحتلة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن المسألة الرئيسية هي قدرة إسرائيل وتصميمها على فرض احترام الاتفاق ومنع أي تهديد لأمنها مؤكداً عزمه على منع حزب الله من الانتشار على الحدود الشمالية لإسرائيل التعنت الإسرائيلي وما صاحبه من غارات مكثفة تسبب في إحداث ضمار هائل في الجنوب اللبناني أكبر الألاف على النزوح اللاسيما وأن الاحتلال يقصف دون سابق إنذار كعادته المتجردة من أبسط مبادئ الإنسانية الأمر الذي نددت به المنظمات الدولية والعالم أجمع إلا أن إسرائيل لم تأبه لأي قرارات أممية في هذا الصدد ضاربة بعرض الحائط النداءات الدولية المتواصلة أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف تجمعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي المسلخ جنوبي بلدة الخيام بجنوبي لبنان بهجمات صاروخية أفادت توكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على مرتفعات بلدة قصر نباك كما شن غارة على حي الزهراء في مدينة بعلبك وغارتين على بلدة طاريا غرب بعلبك أعلنت الخارجية الفرنسية تسليمة نحو 30 طن من المساعدات الإنسانية للمدنيين اللبنانيين وذكرت الخارجية الفرنسية أن المساعدات الإنسانية للبنان تعكس بشكل ملموس لالتزامات التي تم التعهد بها من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني وسيادته أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء الهجمات الإسرائيلية التي تطال مرافق صحية وعملين في القطاع الصحي في لبنان حذرت الناتقة باسم منظمة الأمم المتحدة والصحة العالمية مارغريت هاريس خلال مؤتمر صحفي في جناب من استمرار الهجمات الإسرائيلية المتنامية على عاملين في المجال الصحي ومنشآت صحية في لبنان مجددة التأكيد على ضرورة تحييد الرعاية الصحية من الهجمات العسكرية أكد أمين عامل الصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني أنه يتم التواصل مع المجتمع الدولي وقوات اليونفال من أجل توفير مصار آمن من القصف الإسرائيلي المستمر وأشار أمين عامل الصليب الأحمر اللبناني إلى أن لديهم خططا احترازية وأنهم منتشرون على كل الأراضي اللبنانية ولديهم مخزون احتياطي كما أنهم مدعومون من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الدولية حذرت منصقة الأمم المتحدة في لبنان من خطر شديد يحيط بمواقع أثرية في البلاد بسبب الحرب الدائرة شددت منصقة الأمم المتحدة في لبنان على ضرورة تحييد الترث الثقافي اللبناني من الصراع الدائر مطالبة بضرورة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله أدنى الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهنهم هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان في غزة وأكد أدهنهم أن الهجوم الأخير يعرض حياة المرضى لخطر قسيم وصفان الوضع الصحي في شمال غزة الماسوي دعين إلى حماية المستشفيات والانتثال الكامل القانون الإنساني الدولي خفضت وكالات تصنيف الاحتماني الثلاث الكبرى خفضت التصنيف الاحتماني لإسرائيل هذا العام بسبب الحرب في غزة ولبنان وأهلنت الحكومة الإسرائيلية عن اقتصاد للتقشف لعام 2025 وتقليل للإنفاق يواجه الاقتصاد الإسرائيلي حالة من العجز المالي وانخفاض التصنيف الاحتماني مما أدى إلى توجه الحكومة الإسرائيلية للإعلان عن اقتصاد تقشف لعام 2025 تقلل فيه الحكومة الإسرائيلية الإنفاق مع زيادة مجموعة من الضرائب لتمويل الحروب التي تخوضها إسرائيل وتفرض موازنة 2025 إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مقترح بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق نحو 40 مليار شيكل أي نحو 10.8 مليار دولار ومن ضمن الزيادات الضريبية سترتفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 إلى 18% بدلا من 17% وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسل إيل سموتريتش إن ميزانية الجيش في عام 2025 لن تكون مفتوحة على الرغم من أن إنفاقه سيبلغ مليارين ومئة مليار شيكل في العام المقبل وسيبلغ إجمالي الإنفاق في الموازنة 744 مليار شيكل في عام 2025 بما يشمل 161 مليار شيكل لخدمة الديون ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 4 من 10% في عام 2024 و4.3% في عام 2025 وبحسب وكالة رويترز فإن الاقتصاد الإسرائيلي تلقى ضربة بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023 ولم يحقق أي نمو وأدت مشاكل الإمدادات إلى زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة للإسرائيليين الذين تأثرت معنوياتهم بالفعل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام وكالات التصنيف الاتماني الثلاث الكبرى خفضت التصنيف الاتماني لإسرائيل هذا العام بسبب الحرب في غزة ولبنان مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل والطرار البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة بسبب ولوغ التضخم 3% وفي حالة عدم الموافقة على الموازنة بحلول 31 مارس 2025 يتعين إجراء انتخابات جديدة دعت الأحزاب المعارضة في أيرلندا الحكومة الإيرانية إلى تمريه مشروع قانون يحضر الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية قالت زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في أيرلندا هولي كيرنت أن القرار سيبعث برسالة قوية على خلفية حرب إسرائيل على غزة من جانبه قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن أن مشروع القانون يحتاج إلى تعديلات جوهرية ترجمة نانسي قنقر تستمر قوات الاحتلال في عرقلة المساعدات الإغاثية التي تعمل مصر على تجهيزها ودخولها يأتي هذا ضد نهج قوات الاحتلال لتعزيز حالة الجوع والتهجير بحق الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ولا تزال المجهودات المصرية مستمرة لإدخال مئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات من العريش وأمام بوابة رفح المصرية في محاولة لتخفيف ويلات الحرب عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة المزيد يطلعنا عليها زميل كريم بيبرس مرسل التلفزيون المصري تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا ننقل لكم الصورة من العريش ورفح وهو الملف الخاص بالمساعدات الإنسانية كعدد قوات الاحتلال تأتي في نهاية كل أسبوع الجمعة والسبت وتمنع دخول المساعدات الإنسانية على الإطلاق تمنعها تماما من الدخول من معبر كرم أبو سالم وهو المنفذ الذي يعبر من خلاله المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة وتتحرك بعد ذلك إلى شمال قطاع غزة أو وسط قطاع غزة لكن بوابة معبر رفح المصرية من الناحية المصرية لا تغلق أبوابها بل دائما تفتح أبوابها لدخول هذه المساعدات الإنسانية إما بالتجهيز والتشوين الخاص بالمساعدات وتحملها على الشاحنات ثم بعد ذلك في اتجاه معبر رفح المصري ومتجه بعد ذلك إلى معبر كرم أبو سالم تدخل الشاحنات من معبر رفح المصري متجه إلى كرم أبو سالم وتمنع قوات الاحتلال دخولها من معبر كرم أبو سالم لتتسلمها الأمم المتحدة وحتى إذا كانت في بعض الأحيان تسمح بدخول هذه المساعدات مثل الأمس على سبيل المثال دخل ما يقرب من 35 شاحنة من أصل أكثر من 70 شاحنة دخلوا إلى الناحية الأخرى لكن تتعنت أيضا وتدقق وتفتش في هذه المساعدات وتمنع الأمم المتحدة حتى داخل قطاع غزة من توزيع هذه المساعدات وتمنع من دخولها حتى إلى شمال قطاع غزة الذي وصل إلى أبواب المجاعة بالفعل وحتى جنوب قطاع غزة الآن أصبح على أبواب المجاعة بسبب قل التدفق هذه المساعدات لكن المجهودات المصرية بشكل عام ما زالت مستمرة في تجهيز هذه المساعدات والضغط على جميع الأطراف واستضافة هذه الأطراف هنا في الأراضي المصرية من أجل الوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار وزيادة حجم تدفق المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة هذه الصورة والآن أعود عليكم مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر قال مسؤول العلاقات العربية لحملة ترامب مسعد بولوس إن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية يتمتع بتأييد واسع من الجاليات العربية والمسلمة وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصرية أكد أن ترامب يعتزم العمل من اليوم الأول حالة تم انتخابه رئيس الولايات المتحدة على وقف الحروب الجارية في الشرق الأوسط وأوكرانيا نزلنا نتابع مشاهدين الكرام أصداء الحاملات الانتخابية للمرشحين للرئاسة الأمريكية 2024 والانتخابات احتدمت فيها المنافسة بعد هذا الوقت العصيب أهلا بحضرتك ضيفا على شاشة التلفزيون المصري أهلا بكم شكرا لو نتحدث عن أهمية وتوحيد الجهود من أجل بحقيق الأمال للمواطن أو الناخب الأمريكي خصوصا نحن في حملة المرشح الرئاسي الرئيس السابق دونالد ترامب ما الذي يمكن أن يقدمه في ملفات أمريكية؟ نحن الحقيقة أول شيء نفتخذ بتأييد الواسع يلي عم نحضر فيه بهذه المرحلة الانتخابية للرئيس ترامب من قبل الجاليات العربية الأمريكية والجاليات المسلمة العربية الأمريكية والمسيحية العربية الأمريكية اللي هي جاليات مهمة جدا بالولايات المتحدة لسيما بولايات متأرجحة مثل ولايات ميشيبيل وأريزونا وغيرهم وبانسلفانيا والجورجيا ونحن اليوم بالبرونكس بنيويورك وهذه إلا رمزية وأهمية كثير عالية خاصة بوجود هذه الجالية الكريمة الكبيرة اليمنية وغير اليمنية طبعاً نحن نعرف أن نيويورك هي مركز تقل الجاليات العربية أكانت مصرية أو لبنانية أو يمنية أو غيرها ونحن نفتخر بهذا التأييد الواسع بهذه المرحلة لأنه نحن يعني هناك عدد من النقاط الطلاقية بين هذه الجاليات وبين الرئيس ترامب والحزب الجمهوري اليوم وأولاً هي الأسس والمبادئ المحافظة الحقيقة للعائلات عائلاتنا ولأطفالنا ولكيامنا وأخلاقنا وهذا موضوع مهم جداً عند جالياتنا طبعاً الموضوع الثاني المهم هو موضوع الحروب يعني هذا الموضوع أثر الكثير من التسؤالات في الشرق الأوسط خاصة ما يدور وما يحدث في غزة وفي لبنان وفي الشرق الأوسط بكل ما الذي يمكن أن يقدمه المرشح الرئيسي لوقف هذه الحروب مع العلم أنه تحدث عن إيقاف هذه الحروب ومن السهل أن يتم وقف هذه الحروب طبعاً الرئيس ترامب وعد للحقيقة أن إن شاء الله إذا تم انتخابه بخمسة نوبمبر سوف يبدأ العمل ابتداء من ستة نوبمبر على إيقاف هذه الحروب هو ضد هذه الحروب بشكل كامل هو ضد قتل المدنيين لأي جهة أنتمو ضد الحرب بغزة وضد الحرب بلبنان هو يعتبر أن هذه الحروب ما كانت أن تبدأ لو كان هو بالبيت الأبيض هي الحقيقة استغلوا ضعف الإدارة الأمريكية الحالية إدارة بايدن وهاريس لبدأ هذه الحروب أكانت في الشرق الأوسط أو في أوكرانيا مع روسيا هو رجل سلام هو رئيس يسعى دائماً إلى السلام قدر خلال فترة وجيزة أن ينجز أربع اتفاقيات أبرهام أكورس للسلام وكان على وشك أن ينجز الاتفاقي الكبرى مع المملكة العربية السعودية وكان هناك حوالي 12 إلى 15 بلد عربي جاهز إلى الاكتتاب بهذه الاتفاقيات لو في حال تمت الاتفاقي مع المملكة العربية السعودية نحن نأمل أنه يعيد انتخابه الناخب الأمريكي والناخب العربي الأمريكي إن شاء الله بخمسة نوفمبر وسوف يسعى إلى السلام فوراً كل شكراً تقدير لحضرتك للحملة والمرشحة أي شكراً مع بدء العد التنازلي لانتخابات الرئاسة الأمريكية يواصل المرشحان الديمقراطي والجمهوري كاملا هاريس ودونالد ترامب محاولاتهم الحتيثة لكسب مزيد من أصوات الناخبين وآخر محطات تلك المحاولات عنوانها القوى الناعمة حيث قام كل من ترامب وهاريس باللجوء لعدد من المشاهير للترويجي لحملاتهم الانتخابية في انتخابات الرئاسية الأمريكية الشديدة التنافسية مثل انتخابات 2024 يصبح الطريق إلى البيت الأبيض محفوفاً بالمخاطر والمفاجئات خاصة وأن حسابات المجمع الانتخابي التي تملك الكلمة النهائية قد تختلف عن حسابات التصويت الشعبي وبعيداً عن صخب الساسة واكتذاب الناخبين بالبرامج الانتخابية المعتادة لجأ كلا المرشحين لمحاولة أخرى وأخيرة لاقتناص أصوات الناخبين عبر رموز القوة الناعمة ومتابعيهم علها تقلب موازين التصويت رأساً على عقب وفي إطار تلك المحاولة أعرب ترامب ذو الخلفية الفنية السابقة عن شعوره بالغضب بسبب قلة دعم المشاهير له والذين كانوا زملائه يوماً ما على عكس المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس التي أعلن غالبية النجوم قرارهم بالتصويت لصالحها بل وقاد بعضهم حملات ترويجية في مختلف الولايات خاصة المتأرجحة منها لكسب أصوات الأمريكيين لحقيبتها الانتخابية في المقابل حرصت حملة ترامب على مهاجمة طيار المشاهير الذين زاروا عدداً من الولايات المتأرجحة نيابة عن حملة هاريس وخلال تجمع انتخابي في جرين بي بولاية ويسكنسون حظيت ترامب بدعم كبير من نجم كرة القدم الأمريكية الذي شارك ترامب في حملته كمرشح جمهوري للرئاسة في الأسبوع الأخير قبل يوم الانتخابات هكذا حدد المرشحان أولويات مختلفة لهم في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية كما حرص نوابهم أيضاً على جذب أصوات الناخبين حيث صرح المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيمس بانس بأن التصويت لترامب يمثل تصويتاً من أجل تغيير حقيقي وضد احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة أما نائب هاريس تيم وولز فقد وصف ترامب بأنه يهتم بنفسه فقط ولا يكترث بما يحدث للطبقة الوسطى أجواء مشحونة واستثنائية تعيشها الولايات المتحدة إبان انتخاباتها الرئاسية أجواء دفعت الناخبين للإعراب صراحة عن قلقهم من الانتخابات هذا العام أكثر مما كانت عليه في انتخابات عام 2020 والتي خسر فيها ترامب أمام الديمقراطي جو بايدن ووسط هذا كله تبقى صندوق الاقتراع هي الحسمة لمعرفة من يقود البيت الأبيض لأربع سنوات قادمة وكيف سيكون شكل الولايات المتحدة في تلك الفترة لا مزيد من المتابعة والتحليل لينضموا إلينا عبر الهاتف الأستاذ عاطف سعداوي مدير تحرير مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام أستاذ عاطف بعد التحية كرت أخير لجأ إليه المرشحان الأمريكيان لكسب مزيد من أصوات الناخبين وترجيح كافة أحدهما وهو كرت القوى النعم فنانين ومشاهير ومتابعين ما هي رؤيتك لهذا التوجه وماذا يعكس في هذه الفترة الحرجة من المحاة الانتخابية مساء الخير حضرتك وتحية لمشاهد القناة في كل مكان بالتأكيد أعتقد أن ما لجأ إليه كل المرشحين من اللجوء لنجوم كرة القدم أو نجوم الغناء أو المشاهير أو رجال الأعمال المعروفين يعكس ربما ضراوة العملية الانتخابية وفي تقدير الشخصي أنها ربما تكون أكثر انتخابات أمريكية خلال فترة طويلة تشهد هذه التنفسية وتشهد حالة عدم اليقين حتى الآن لا أحد يستطيع أن يتوقع من سيفوز بهذه الانتخابات ربما كان هذا هو سبب اللجوء إلى أي شيء يمكن أن يساعد كلاهما على الفوز بمزيد من الأصوات خاصة عندما نتحدث على الولايات المتأرجحة الستة أو السبع ولايات المتأرجحة وفي تقدير الشخصي أن هذه الولايات هي التي ستحتم مصير الانتخابات الأمريكية وستحدث من فيجلس على المكتب البيضاوي في البيت الأبيض فبالتالي نحن إذا حاجت كلا المرشحين لأي صوت إضافي خاصة في ظل استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة تحديدا التي تشير إلى تقارب شديد ربما تساوي حتى في نتائج استطلاعات الرأي وبالتالي أعتقد أن كل مرشح ربما يلجأ إلى ما يمكن أن يعتقد أنه سيساعده على كذب مزيد من الأصوات وطبعا فئة الفنانين، فئة رجال الأعمال، فئة المؤثرين بشكل عام أعتقد أن لها دور كبير في جزء الأصوات المترددة تحديدا التي ليس لديها توضعات أيدولوجية وبالتالي ربما تمشي في سياق أو رأي أحد المؤثرين نعم، سيد عاطف استطلاعات الرأي بتشير إلى حالة من القلق بتسود أوساط الناخبين من الانتخابات بشكل عام ونتائجها والتوابع نتائجها أيضا في رأيك ما هو سبب هذه المخاوف؟ سبب هذه المخاوف هو ما ذكرتها حضرتكم وما أشرت إليه من أن الانتخابات هذه المرة تبدو متقاربة بشكل كبير تبدو تنافسية بشكل غير مسبوك يعني كل استطلاعات الرأي الآن ربما في حالة تعادل أو تقدم أحد المرشحين بنسبة 1% على الأكثر وهي تفصل فيها مش الخطأ الذي يصل إلى 3% وبالتالي عندما تكون هذه الحالة المسيطرة حالة عدم اليقين حالة عدم الثقة من لديه فرص أكبر تكون أجواء الاستقطاب أكبر خاصة في ظل وجود أصبح هناك خبرة تاريخية مؤلمة ما حدث في الانتخابات الماضية عندما كانت انتاج متقاربة ولم يقر ترامب بهزيمته وأحداث مبنى الكابتل التي شهدها العالم أجمع والتي مثلت نقطة سوداء في التاريخ السياسي الأمريكي وبالتالي هذه الحالة من الطبابية يعني الناخبين الأمريكيين الآن لديهم منطباع عندما سيفوز بها مش ضئيل جدا يعني ربما لا يتجاوز 2 أو 3% ورؤيتك أن هذا المشهد قد يتكرر مرة أخرى هذه الانتخابات؟ بكل تأكيد الخوف من ذلك في ظل ما بدأ الآن يعني بدأ بالفعل يعني لدينا مثلا تشكيك من حمل ترامب في نتائج أو في مجرى الانتخابات المبكرة تعلمين أن أمريكا لديها تصويت مبكر وبضع في 47 ولاية من الخمسين لديهم حق التصويت المبكر وبدأ بالفعل في ولايات كثيرة وبالتالي أصبحت هناك شكاوى من حمل ترامب وتشكيك في مجريات الانتخابات في بعض الولايات واتهامات بالتزوير وما إلى ذلك فبالتالي الخوف من شخصية ترامب وفي عدم اعترافه في حالة هزيمته وعدم اعترافه في قديمة كما حدث في الانتخابات الماضية فبالتالي الكل في الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت انتخابات 2020 تمثل بالنسبة له كبير لأنه لا يريد أن يكرر المأساة التي حدثت في 2021 أثناء اقتحام مبنى الكامتون ومقتل خمس أشخاص وهذا ما أصاب الديمقراطية الأمريكية في مقتل فبالتالي لديها خبرة سيئة وتخشي أن تتكرر أشكرك الأستاذ عطف سعدوي مدير تحرير مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأرام كنت معنا عبر الهاتف أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية دمرت 31 مسيرة من أصل 48 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم على مناطق مختلفة من أوكرانيا أضافت القوات الجوية الأوكرانية أن نحو 14 طائرة مسيرة أخرى تمكنت من اختراق الأراضي الأوكرانية بينما تم تدمير صاروخ كروز من بين ثلاثة أطلقتها القوات الروسية وفي المقابل أعلنت أشارت الدفاعات الروسية سيطرتها على ثلاث مناطق بشرق أوكرانيا وأشارت الدفاعات الروسية إلى أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدتي نوفو كين وشاختس كوي في دونباس قال فلاديمير فلاماسكي حق منطقة ستانف بول في جنوب روسيا أن طائرة مسيرة سقطت في مستودع للنفط بالمنطقة وأضاف فلاديمير فأن الوقع التي شهدها مستودع سفيتلو جراد للنفط لم تصفر عن أي إصابات يأتي هذا الهجوم عقب استهداف أوكرانية بطائرات مسيرة عدة منشأة الوقود والطاقة في منطقة باشكوروتستان بوسط روسيا قال الكراملين أنه لا يمكنه تقديم تصور لما سيكون عليه وضع إمدادات الغاز في أوروبا بعد انتهاء اتفاق يسمح بمرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا وذلك في نهاية العام وأشار المتحدث باسم الكراملين دماتري بيسكوف إلى أن أوكرانيا غير مستعدة لتمدد اتفاق مرور إمدادات الغاز واسطة تقارير صحفية تفيد بأنه قد تم التوصل أو يتم التوصل إلى ترتيب بديل تشارك فيه شركات أوروبية استعرضت كوريا الشمالية قوتها العسكرية باختبار صاروخي باليستي جديد ضخم عبر للقارات يعمل بالوقود الصلب من تراز هو سونج 19 وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الصاروخ يعد الأقوى استراتيجيا في العالم وخلال إشرا فيه على عمليات الإطلاق قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أن الصاروخ الباليستي العابر للقارات أثبت الموقف المهيمن لبيونج يانج في تطور وتصنيع وسائل حمل أسلحة النووية أعلنت اليابان والاتحاد الأوروبي عن شراكة أمنية ودفاعية جديدة في توكيو كشف سؤول الشؤون الخارجية للتكاتل الأوروبي جوزي بوريل ونظيره اليابانية تاكيشي إيوايا عن الاتفاق بشأن تطوير التعاون مشيرين إلى أن الاتفاق يتعلق بالمناورات العسكرية المشتركة وتبادل المعلومات المرتبطة بقطاع الدفاع وأمن الفضاء هذا وأشاد بوريل بهذه الخطوة التاريخية وصفا إياها بأنها الأول من نوعها والذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع أحد بلدان أسيا ومنطقة المحيط الهادئ أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثلاثين أخرين في انفجار من استهدف سيارة تابعة للشرطة بالقرب من إحدى المدارس في مدينة ماستونج بإقليم بلوشستان الواقع جنوب غربي البلاد وأضافت الشرطة الباكستانية أن خمسة من أفرادها من بين القتلى والمصابين بسبب تفجير عبوة ناسفة كانت مزروعة في دراجة نارية لقي أكثر من مائتي شخص مصراح جراء فيضانات ضربت إسبانيا ونشرت للسلطات الإسبانية أكثر من ألف جندي وأحدات الاستجابة للطوارئ الإسبانية فيما تتواصل جهود البحث عن مفقودين فيضانات عارمة وسيول مدمرة تكتاح إسبانيا في أسوأ جارثة طبيعية تضرب الدولة الأوروبية منذ أكثر من خمسين عاما ولا تزال فرق الإنقار تبحث عن المفقودين من السيول التي تكتاح شرق إسبانيا في الوقت الذي لقي فيه العشرات مصرعهم جراء الفيضانات القاتلة التي ضربت البلاد أنخيل فيكتور توريس وزير السياسة الإقليمية قال إن هناك عشرات المفقودين وإن الفيضانات جرفت السيارات وحولت شوارع القرى إلى أنهار وعطلت خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة الحكومة الإسبانية أعلنت الحدادة ثلاثة أيام على ضحايا الفرضانات المدمرة وكم نشر أكثر من ألف جندي من وحدات الاستجابة للطوارئ الإسبانية في المناطق المدمرة وشكلت الحكومة المركزية الإسبانية لجنة أزمة للمساعدة في تنسيق جهود الإنقار خبراء الأرصاد قالوا إن منسوب الأمطار الذي هطل على أجزاء من مدينة بلانسيا لمدة ثمان ساعات يساوي منسوب الأمطار التي تهطل في عام وفي بلدة أوتيل الريفية التي لحقت بها أضرار يسيمة وتقع على بعد نحو 85 كم من مدينة بلانسيا فاض نهر ماجرو عن ضفتيه وبلغ منسوب المياه فيها ثلاثة أمطار لتغرق المنازل في المياه وشهدت إسبانيا عواصف خريفية مماثلة في السنوات الأخيرة ومع ذلك لا شيء يقارن بالدمار الذي حدث خلال يومين الماضيين ومن المريح أن يرتفع عدد القتل مع عدم الإبلاغ عن ضحايا في مناطق أخرى مع استمرار وهود البحث في المناطق التي يصعب الوصول إليها في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدها جنوب إسبانيا في العقود الأخيرة ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن أنظمة التحذير الفعالة من الفيضانات قد تساعد في تجنب مستوى الدمار الذي لحق بمنطقة بلنسية في إسبانيا هذا الأسبوع شددت المتحدثة باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة كلير نوليس على ضرورة ضمان وصول التحذيرات المبكرة للسكان لأخذ الحيطة والحذر تفقد وزير الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشيري في الشيربينيا اللمسات النهائية للاستعدادات التنجارية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية وذلك لاستضافة المنتدى الحضوري العالمي في الفترة من الرابع حتى الثامن من شهر نوفمبر أكد الاتبيني حرص الدولة على التنظيم والإخراج الجيد للمنتدى الحضوري العالمي والذي يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي حيث يتم التعاون بين الوزرات والجهات المعنية بالدولة لتنظيم المنتدى لإظهار الواجه الحضوري للدولة المصرية وتحقيق أعلى استفادة من هذا الحدث العالمي استضافة المؤتمر الكبير منتدى الحضوري العالمي بنسخته للإتناشر الحقيقة اللي احنا بنشره طبعاً يعني الدولة المصرية التشرف الحقيقة باستضافته في أي أرض القاهرة العاصمة طبعاً التاريخية للدولة المصرية والحقيقة يمكن النهاردة تبعنا موقف الجاهزية من ناحية الاستعداد فيما يخص التسجيل وإحنا وصل عدد المسجلين دلوقتي حوالي 28 ألف مسجل وده الحقيقة إقبال كبير جداً بالإضافة لتأكيد عدد كبير جداً من الشخصيات الهامة من الرؤساء ورؤساء مجالس الوزراء وحوالي عدد 75 وزير هيبقى حاضر معانا المنتدى إن شاء الله في إقبال الحقيقة كبير جداً يمكن بالمقارنة بالنسخ السابقة من هذا المؤتمر الحقيقة إحنا الحمد لله رب العالمين في إقبال يعني غير مسبوق حصل المرة دي في النسخة الاثناشة اللي إحنا بنشره طبعاً أو بتشره في الدولة المصرية باستضافتها ترجمة نانسي قنقر ويهدف المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر إلى بناء تحالفات لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في عصر يتسم بالتحديات البيئية المتزايدة والاحتياجات المتنامية للطاقة تبرز استراتيجية مصر للطاقة الفين واربعين كخطوة محورية لتحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية للنمو فهذه الاستراتيجية ليست مجرد خطة لتطوير القطاع بل هي رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق مستقبل مستدام وتعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات فضلا عن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة مما يعزز من قدرتها التنافسية ويجذب الاستثمارات الأجنبية وتسعى دولة المصرية من خلال استراتيجية الطاقة الفين واربعين التي تم اعتمادها مؤخرا إلى تحقيق تحول جذري في قطاع الطاقة فزيادة حصة الطاقات المتجددة إلى ستين بالمئة بحلول عام الفين واربعين لا يعكس فقط التزام مصر بالاستدامة بل يمثل أيضا خطوة استراتيجية نحو تعزيز استقلالها الطاقي وتقليل الانبعاثات الكربونية حيث تهدف الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بحلول عام الفين وثلاثين وستين بالمئة بحلول عام الفين واربعين وتمثل استراتيجية مصر للطاقة الفين واربعين رؤية شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بشكل كبير بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ويسهم بشكل فعال في تحسين جودة الهواء ومكافحة التغير المناخي وتعتبر زيادة حصة الطاقة المتجددة من الأهداف الأساسية للاستراتيجية حيث من المتوقع أن يصل إجمالي القدرات المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية إلى 123 ألفا وأربعمائة ميجاوات بحلول عام 2040 وستشكل طاقات شمسية وطاقة الرياح الجزء الأكبر من هذه الزيادة ويلعب البرنامج النووي السري ممثلا في محطة الضبعة النووية دورا حيويا في استراتيجية الطاقة إذ ستوفر المحطة قدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات من الطاقة النظيفة مما يعزز من قدرة البلاد على تقليل الانبعاثات الكربونية ويحقق وفرا كبيرا عبر خفض استهلاك الوقود التقليدي تعد استراتيجية مصر للطاقة الفين واربعين حجر الزاوية في بناء مستقبل مستدام فهي ليست مجرد خطة عمل بل هي استثمار في مستقبل الأجيال القادمة من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة بما يضمن لمصر أن تكون قادرة على تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية مع الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن قيام مصر بوضع مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي عشرين أربعة وعشرين يعكس مكانتها بين الدول في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بكولومبيا قب 16 حيث أضافت وزيرة البيئة أنه تم الإعلان عن الإصدار الجديد للتقرير الذي تصدره مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعت وزيرة البيئة الدولة لبذل مزيد من الجهود لتوفير الموارد المالية اللازمة لسد الفجوة التمويلية مشيدة بانضمام 89 دولة جديدة إلى مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التي أطلقتها الأمم المتحدة ليصل إجمالية الدول التي تعتمد هذا الدليل إلى 130 دولة شارك توزيرة البيئة ياسمين فؤاد في لقاء وزري رفيع المستوى حول إشراك قطاعات الأغذية الزراعية في إطار كومينغ مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي بكولومبيا أوضحت توزيرة البيئة أن اللقاء يهدف إلى الاستفادة من الزخم السياسي لمساعدة البلدان على تحديد حلول الأغذية الزراعية الصديقة للتنوع البيولوجي مضيفة أن فقدان التنوع البيولوجي يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي وأكدت ياسمين فؤاد على أهمية الزراع المستدامة المسؤولة من خلال تغير سلسلة دورة الحياة الزراعية وتغير طريقة التعامل مع المحاصيل التقليدية والتحول لمحاصيل أكثر مرونة مشيرة إلى أن مصر مؤخرا قامت بإصلاحات في السياسات الزراعية من خلال استخدام مياه أقل واستخدام أنواع جديدة من المحاصيل تتحمل الظروف المناخية وتوفر حوافز المزارعين لتمكينهم من تحقيق هذا التحول وذلك بمشاركة القطاع الخاص أعلن وزير الموارد المائية والريهاني سويلم اطلق حملة على الأد بشكل رسمي تحت رعاية الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوكسية ومشاركة العديد من الوزرات والجهات والمنظمات إلى جانب وزارة الموارد المائية والريه وقد صرح سويلم أن هذه الحملة تهدف لتوعية المواطنين بتحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية متوجها بالدعوة للمواطنين للقيام بدورهم في ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث بالتكامل مع مجهودات الوزارة المبزولة في هذا المجال مؤكدا على تكامل مجهودات الوزارة مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإنجاح هذه الحملة التوعوية الهامة وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على بدء التشغيل التجريبي لمستشفى القنطرة غرب التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية ومستشفى السويس للجراحات الدقيقة ومستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرؤوية التابعان للهيئة بالسويس كما وافق مجلس إدارة الهيئة من حيث المبدأ على توقيع بروتوكول تعاون مع شركة ميندراي لتعمل وتشغيل أنظمة المستشفى الافتراضي ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى عبر استخدام أحدث التقنيات الطبية وافق المجلس أيضا على صرف مكافأة استثنائية للمتميزين بالمنشآت الصحية التي حصلت على تجديد الاعتماد القومي المعترف به من منظمة الأسكوال العالمية تشجيعا للتميز والجهود المبدولة في تعزيز معايير الجودة في الرعاية الصحية كما وافق مجلس الإدارة على إضافة تخصصي الأمراض الصدرية والجلدية والتناسلية إلى عضوية المجلس الأستشاري الطبي للهيئة وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير السياسات الصحية وافق مجلس إدارة الهيئة أيضا على إطلاق اسم الحجة فرحانة على جناح الأقسام الداخلية بمجمع الفيروز الطبي بسيناء تقديرا لدورها البطولي مع القوات المسلحة وتفانيها في خدمة الوطن أكد وزيع العليم العلي أيمن عشور أهمية زيادة الشركات الدولية مع كبرى الجامعات والمؤسسة الدولية المرموقة جاء ذلك خلال استقباله الرئيس التنفيذي لمؤسسة أدفانس إتش إي لتعزيز سبل التعاون بين الجانبين وأكد الوزير عمق العلاقات التاريخية بين مصر وبريطانيا مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجالات التعليمية والبحثية والتدريبية والتدعيم الشراكات بين الجامعات المصرية والبريطانية وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الشركات الدولية مع الجامعات والمؤسسات الدولية المرموقة والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة بما يعود بالنفع على المنظمة التعليمية والبحثية في مصر وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق رؤية مصر 2030 التقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بوزير الدولة بوزارة الزراعة وريب الصومال أسهد عبد الرازق محمد لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين جاء ذاهم مشاركته في فعاليات المنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغزاء في المنطقة العربية والمقام بعاصمة المملكة الأردنية عمان وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أشكال الدعم لدول وشعوب القارة السمراء ناظرا لما تمثل إفريقيا من أهمية استراتيجية كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني تفاصيل الملحمة الهندسية لتنفيذ الهيكل الخرساني لأطول برج على ساحل البحر المتوسط والبرج الأيقوني الذي بدأ تنفيذه في فبراير من عام 2022 وتم الانتهاء من هيكله الخرساني أمس الخميس وأوضح الشربيني أن البرج الأيقوني يقع ضمن وشروع أبراج الداون تاون بمدينة العالمين الجديدة والتي تضم أيضا أربعة أبراج أخرى بارتفاع 200 متر للبرج و56 طابقا بإجمالي مسطحات 320 ألف متر مربع وضف وزير الإسكان أن الارتفاع النهائي للبرج الأيقوني يتجاوذ 300 متر ومشامل صب أكبر حصيرة مسلحة في إفريقيا بمساحة 19.6 ألف متر مربع أطلق وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر شارت البدء لمعرثون القاهرة الرياضي للدراجات الذي أقمته محافظة القاهرة ضمن فعليات أسبوع القاهرة الحضري في إطار استعدادات استضافت مصر المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر في الفترة من الرابع حتى الثامن من شهر نوفابر من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تضع توجيهات القيادة السياسية على رأس أولوياتها في الاهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات المجتمع المصري انتهت نشرة الثالثة ولا يتبقى سوى تذكير بأبرز عنوينها مقاطي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على يونيفال وينفي ما تردد من إنباء بشأن طلب أمريكي بأعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد الصحة العالمية تدين قصف الاحتلال لمستشفى كمال عدوان في غزة وتصف الوضع في شمال القطاع بالمأساوي مع بدء العد التنازلي لانتخابات الرئاسة الأمريكية ترامب وهاريس يتنافسان على اقتناص أصوات الناخبين عبر رموز القوة النعمة مشاهدين الكرام وصلنا مع حضرتكم لنهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري شكرا لكم دمتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة